أكد الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية في كل مستويات ألية الإشارة الضوئية للحفاظ على التقدم الملحوظ في أعداد الإصابات منوها إلى ضرورة أخذ التطعيم المضاد للفيروس والجرعة المنشطة لمواصلة البناء على ما تحقق في مواجهات الفيروس لضمان العودة الآمنة لابد من الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال الوعي بالمسؤولية المناطة بكل فرد في المجتمع للدفع في عجلة النجاح لتحقيق المكتسبات للتصدي لهذه الجائحة وتعزيز الجهود والمساعي الحديثة في هذا الملف الصحي كل مرحلة من مراحل الإشارة الضوئية كان في نوع من المعايير اللازمة اللي احنا طبعا نفضل أن الكل يلتزم بها مثل ما احنا نصع عليه ومثل ما ينا يتفق عليها وتنشر هذه الإجراءات من قبل الفريق الوطني لمكافحة كوفيد ناينتي في مملكة البحرين الالتزام بالإجراءات الاحترازية جدا جدا مهم الحمد لله احنا وصلنا لمرحلة جدا متطورة من التطعيم وفي بعد اللي هو الأشخاص عدد الأشخاص اللي حصلوا على الجرعة المنشطة بعد كان عددهم الحمد لله كبير نلتزم بالإجراءات الاحترازية فالتطعيم راح يطينا الحماية لتكملة هذا وعلى أساس احنا نقدر نرجع إلى الحالة الطبيعية في أقرب وقت لازم الالتزام بالإجراءات الاحترازية فريق الوطني الطبي يأكد على الالتزام بكافة الإجراءات اللي تندرج تحت المستوى الأخضر ومنها أهمية لبس الكمامات في الأماكن الداخلية والالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي وفتح القطاعات والأنشطة للمتطعمين ولغير المتطعمين لا بد من مواصلة الالتزام بالإجراءات وعدم التهاون في الالتزام وفي تطبيق التدابير الوقائية اللازمة التهاون بين المجتمع والجهات المعنية مكن المملكة من قطع أشواط في التصدي للفيروس بسبب الالتزام الفعلي من قبل جميع الأفراد وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية على أرض الواقع المواطنين نفسهم قاعدين يعني يحرصون على الأشياء هذه منهم من نفسهم نفسه ولبس الكمام التعقيم أنا بشوف الناس في جميع الأماكن المغلقة كله لبس الكمامات ملتزمين بالتباعد الاجتماعي الحمد لله يعني النتيجة واضحة بالذات الآن يعني في المستوى الأخضر فهذه يدل على الالتزام الناس وعلى حرصهم وعلى الوعي المرحلة القادمة تحتم على الجميع التكاتف لتعزيز الجهود والتعاون لتقليل أعداد الحالات القائمة بالإقبال على التطعيم واستكمال التطعيمات في وقتها المحدد وأخذ الجرعة المنشطة والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة والسلامة للمساهمة في النجاح لابد لنا أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعلن عنها منذ بدء الجائحة إجراءات سهلة وبسيطة ولكن من الممكن أن تحدث الفارق شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحلين